أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أخلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغة معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولاك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرسون في الدرس هم فيها خالدون ولقد خلقنا النقفة على ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم يطين ثم جعلناه نقفة في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علاقة فخلقنا العلاقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام الأحماد ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك الميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدرنا فاسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فانشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بقونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا لنا قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملؤ الذين كفروا يا قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال ربي ينصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنعي فلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارقت النور فاسلك فيها فاسلك فيها مياه كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلمون إنهم مغرقون بسم الله الرحمن الرحيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذين اجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني موزلا مباركا وأنت خير الموزنين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أمشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وقوعتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما تعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي ينصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعلا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعلا للقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان المبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عادل فقالوا أن أؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكعلوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا يمي بما تعملون عنين وإن هذه أمتكم أمة واحدة وألى ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من يدون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرون تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم المعرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين فإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لماكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم لما ظر للجو في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمسكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذابا شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا هما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بسم الله الرحمن الرحيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتقض الله من والذي وما كان له وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله من ما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصكون وقل رب إما تريمني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيدهم لغادرون إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يسكون وقل ربي وقل ربي وقل ربي وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدكم الموت قال ربي رلعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم مرجق إلى يوم يبعثون فإذا نفه في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فما تقلت موازينه فولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلبح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تصلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم ترحفون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض على السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثكم إلا غليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحصط لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدرم الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه وعين فربي إنه لا يفرح الكافرون فقل ربي أغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورتنا نزلناها وفرضناها ونزلنا فيها آيات المبينات لعلكم تذكرون الزانية والزانية في الجدو كل واحد من منهما مئة جلة ولا تأخذكم بهم رحمة الله في دين الله وما تبتؤمننا بالله واليوم الآخر ولا شك العذابهما ضوافكم من المؤمنين الزانية لا ينكف إلا زانيةنا مشركة والزانية لا ينكف إلا زانيةنا مشركة وخدم ذلك المؤمنين والذين يرمون محصنة ثم المأتوب بأربعة شهداء فجدهم ثماني جادة ولا تقبلوا لهم شهدنا بدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وصفا فإن الله أقول رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء وإلا أنفسهم فشادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه ولا من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليها أي من كان من الكاذبين وإدروا عن شهادات أمن تشهد أربع شهادات من الله إنه ولا من الكاذبين والخامسة أن أغضب الله عليها أي من كان من الصادقين ولولا فضوا الله عليكم ورحمة والخامسة أن أغضب الله عليها إن الذين جاءوا بديف عصركم منكم لا تحسبوا شهادات منهم لحدهم لكل امريكم منهم من أكسوا من الإثم والذين يتولى كبروا له عذاب عظيم والذين يتولى كبروا منهم له عذاب عظيم لولا إذن سمع في مضاننا المؤمنون أول مؤمنات بيانسهم خيرا وأولوا أذائكم مبين لولا جاءوا عليهم لأربعة شهداء بإذن مئتوب الشهداء إلا بإذن مئتوب الشهداء إلا أولا كعيند الضائم الكاذبون ولولا فضو الله عليكم ورحمة الله في الدنيا ولا أخذنا مسكم فيما فوقتم في عذاب العظيم اتلقونه وبأرسنتكم وتقولون بأفوالكم ما ليس لكم منه علمهم وتحسبونه ولينا وهو عياد الله العظيم ولولا إذن سمعتم وغلتم مما يقولنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مبتاً عظيم يعذكم الله وما تعودوا لي مثليا بدنيا قواتهم ممنيا ويبينوا طالكم الآيات والله عليهم حكيم إن الذين يحبون تشريع تفاهشة في الذين آمنوا لهم عذاب العليم في الدنيا والآخرة والله يعلم ما ما تكون وتعلموا ولولا فضو الله عليهم ورحمةه والنظارة والفرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يقوم بالفحشاء والنظارة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن لا يزكي من يشاء والله سميعا عليهم ولا يأتي لأول الفضل منكم والساعة أن يؤتوه للقربة والأول القربة والمساكين والمهادرين في سبيل الله وليعفوا وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم إن الذين يرمون المحصنات مغافلات المؤمنات جعلوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أن لساتهم أيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يوم إذي وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم غفرة ورزقون كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستألسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها حدا فلا تدخلوها حتى يذنكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا والذكاء لكم والله ما تعملون عليم ليس عليكم جناحا أن تدخلوا بيوتنا غير مسكونة فيها متاعق لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك الذكادهم إن الله خبيرهم بما يصنعون وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظ فروجهم وليبدين زينتهم إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهم على جنوبهم وليبدين زينتهم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أباء أو بنائهن وبنائ بعولتهن أو إخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن وبني أخواتهن أو لسائهن وما ملكت إيمانهن والتابعين غير أول الإربت ويلؤل الإربت من الرجال والطفل الذين لم يضغروا على عوات النساء ولا يضعبن بأرجلهم ليعوا ما يخفين مياهن زينتهم وتوبوا لله جميعا أيها المهمون لعجلكم تفتحون بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا صفراء يغلعهم الله من تضلح والله واسع العظيم وليستعف في الذين لا يزدون لشاحا حتى يغلعهم الله من تضلح والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتعوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهكم فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مرينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها بصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذدلي يقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا وردية ولا وردية يكاد زيتها يضيء ولل لم تمسسه نار نور على نور ويغرب الله الأمثال للناس نور على نور يهدي الله نوره من يشاء ويغرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغذر والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليززيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرجع من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسروا بمقيعة يحسبوا الضمان ماء حتى إذا جاء أبو لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحض الرجل يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سعاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزده سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما فترى المدقى يخرج من فيباله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصفه عن من يشاء يجاد سلا برطه يذهب بالأبصار بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العجر قدر للأرصار والله خلق كل دابة مما ومنهم من يمشي على بطره ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ويقولون آمنا بالله وبواسوله ويطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم وذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله فالأولاك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولاك هم المفنحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فأولاك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير لما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولهم إنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تحتدوا وما على الرسول إن البلاغ المبين وعلى الله الذين آمنوا بياتوا وعلى صالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم ولا يبدلنهم إن بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما كفر بعد ذلك فأولاك هم الفاسقون وقيموا الصلاة والزكاة وطيعوا رسولا لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواه النار ولا بئس المصير ومأواه النار ولا بئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأثيركم الذين ملكت أيمانكم والذين أيمانكم والذين لم يملؤوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ليس عليكم ليس عليكم جناح ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم صلاة ولي عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بلغ الضفار منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم الحكيم فلقواعد من النساء التي لا يرجع ركاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهم أن يضعن ثيابهم غير متبرجات من بزينه وإن يستعفق من خير لهم فالله سميع عليهم ليس على لعما حرجوا ولا على لعرج حرجوا ولا على المريض حرجوا ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكونوا من بيوتكم وبيوت أبراكم وبيوت أممهاتكم وبيوت أممهاتكم وبيوت أخوانكم وبيوت أخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت أعماماتكم وبيوت أخواتكم وبيوت أخواتكم وبيوت أخواتكم وما ملكتم مفاتحة وصديقكم ليس عليكم جماح أن تأكلوا جميعا واشتاعتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم حيثا من عيد الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تعطلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمه ونجال معلمين ذبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولاك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض الشأن فأذن لمن شئت منه ما استغفر لهم الله إن الله رفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلموا الله الذين يتسللون منكم دوادا فليحذر الذين يخالقون عن أمره أن تصيبهم فثنتنا ويصيبهم عذابنا لهم فلا إن للدائما في السماوات والأرض قد يعلم ما أمسم عليه ويوم يرجعون أيديك ينفيهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتقذ ولده ولم يكن له شريكا في الملك وخلح كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه ميالية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضغوا ولا نكعب ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشورا فقال الذين كفروا إن هذا إلا يكنوا افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما ورزوها فقالوا وساطر الأولين كتتبا فيتملع عليه بكرة واصيدا قل أنزلوا الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غطورا رحيما فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أزل إليه ملك ما فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كانت لنه تكون له جنة يأكل منها فقال الظالمون أن يتتبعون إلا رجلا مشحورا انظر كيف اضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا سبارك الذي يشاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت لما وجاء لك قطورا بل كذبوا بالساعة وإعتدنا لما كذبوا بالساعة سعيرا إذا رأتني من مكان بعيد يسميعوا لا تغيضوا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوهنالك ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا وكثيرا قل أذلك خير من جنة نقل التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون قالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحسرهم ما يعبدون من يدون الله فأقولوا أنتم أضلتم عبادي هؤلاء أولئهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ ميدونك من أولياء ولكن متعتهم آباء حتى نسديك وكانوا قوما مبورا فقد كذبوكم بما تقولون فما سيستطيعون سرقا ولا نصرا ومن يظمكم نبقه عذابا كبيرا فما أرسلنا قبلك من المرتلين إلا إنهم لأكلون الطعام ويمشون في الأسواق واجعلنا بعضكم لبعضين فتنة أتصفرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العجزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله يربي العالمين الفاتح